السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? في الفيديو ده ان شاء الله سوف نستعرض مع بعض زي ما وعدتكم في الفيديو السابق اللي ما تم شرحه في المحاضرات السابقة. اول معنا عندي قطعة ارض بالشكل اللي ده محاضراتكم ده. عاوزين نحسب مساحة القطعة دي باستخدام تركتين مختلفتين. نفتكر كده مع بعض. لو قلنا في المحاضرات السابقة المساحات الاشكال عبارة كنا قسمناها لحاجتين. اول حاجة شكل او قطعة ارض بتكون محددة بخطوط مستقيمة. او قطعة ارض بتكون محددة بخطوط منحانية. اه الشكل اللي قدامنا ده محدد بخطوط منحانية. اه نتذكر كده مع بعض الطرق اللي كنا بنتكلم عليها. اه كانت اول حاجة عندنا طريقة الحاسف والاضافة اللي هي give and take method. وطريقة المربعات اللي هي squares grid method. وطريقة متوسط الارتفاعات اللي هي average height method. وطريقة اشباه المنحرفات. واخر الطريقة عندنا كانت طريقة سمسو. فالمطلوب من حضرتك في الاكزامبل ده. اعاوزين حضرتك تحللنا الاكزامبل ده باستخدام طريقتين مختلفتين. طيب طبعا طريقة الحاسف والاضافة يعني مش هتنفع معنا. وطريقة المربعات هتبقى يعني محتاجة لتترسل الكلام ده بسكيل وهتبقى فيها صحابة اكتر. فاحنا ممكن نختار طريقتين من التلات طرق اللي هي طريقة متوسطة الارتفاعات او طريقة اشباه المنحرفات او طريقة قاعدة سمسو. طيب الشكل اللي قدام حضرتنا ده اه عبارة عن قطعة. اه القطعة دي نقسمناها لي سبع شريح. اه كل شريحة من دول لها ارتفاع معين. اه نشوف هنبدأ نتعامل معها ازاي. طبعا عرض كل شريحة من الشريح دي عشر متر. يبقى عندي كان سبعة في عشرة. يبقى كام عشرين. وقسمناها المجموعة من الارتفاعات. زي ما احنا شايفين في ده. نشوف هنبدأ نتعامل معه ازاي. طيب. اه اول حاجة هنحل عندنا بطريقة شبه المنحرف او اشباه المنحرفات. طيب. طبعا زي ما احنا كنا عارفين. نقولنا الكلام ده في المحاضرة السابقة. نشوف عندنا. اه نحسب الكلام ده ازاي. اول حاجة عندنا. عشرة على اتنين. عشرة على اتنين يا جماعة. المنصوب بالعشرة اللي هي عرض عندي عرض الشريحة. اتنين ده سابت. اه زائد ايه بالنسبان زائد ارتفاع العمود الاخير. اللي هو اه سوري ارتفاع العمود الاول. اللي هو هيكون بالنسبة لنا صفر. ارتفاعه صفر. زائد ارتفاع العمود الاخير. اللي هو المفروض عندي هيكون خمسة. زائد عندي بقى اتنين باقي الاعمدة. طيب. يبقى نقول تاني طريقة هشباه المنحرفات يا جماعة. كنا بالنقل عندنا لو تفتكروا במ�ساح المين. اللي هي المين المقصود بها عرض الشريحة. اللي هي عرض الشريحة عندنا. المفروض عندنا عشرة على اتنين. ده سابت بالنسبة لنا. اه الكلام ده ما مضروب فيه. ارتفاع العمود الاول. ارتفاع العمود الاول هنا صفر في الاكزامبل قدامنا ده. زائد ارتفاع العمود الاخير اللي هو المفروض عندنا يكون خمسة. زائد ضعف العمدة الباقية. العمدة الباقية اللي ما عندي اتنين مضروبة فيه تلاتة بلاس خمسة بلاس سبعة بلاس ستة بلاس خمسة بلاس اربعة. كده يبقى احنا حسبنا المساحة بتاعت الشكل اللي قدامنا ده بطريقة اشباه المنحرفات. طيب حسبنا الارية بتاعتني ديما طيعت تقريبا تلتمية خمسة وعشرين متر مربع. طيب ده اول طريقة عندنا. طيب نشوف عندنا طريقة تانية واللي اكن مسلا بالنسبان طريقة سمسون. اه نفتكر مع بعض سمسون كنا بنتعامل ازاي وبنحل ازاي بالنسبان في سمسون بالنسبان. كنا بنقول في سمسون اه كانت ميم على تلاتة ميمي شباب اللي هي بالنسبان عرض الشريحة. اه بنبعد كده العمود الاول زائد العمود الاخير ارتفاع العمود الاول زائد ارتفاع العمود الاخير زائد ضعفalf الفردية زائد اربع اضعاف الاعمدة الزوجية الكلام ده كله مضروب في ميم على كام ميم على ثلاثة طيب نفتكر مع بعض كانت قاعدة حاجة ملحوظة هم جدا جدا كونهناها اللي عندنا بالنسبة لما نيجي نطبق قاعدة سامسون بنتستعملها على الاعمدة الفردية فقط يعني ما يكون عندي اعمدة ايه فردية فقط طيب المثال اللي قدامنا ده بتاعنا ده كام العدد الاعمدة عندنا كام اه اوكي تمن اعمدة وان تو سري فور فايف سكس سيفن ايه تمن ايه تمن اعمدة طيب وفي الحالة دي هنشتغل على سبع اعمدة وي الجزء الاخير ده هنبدأ هنشوف هنتعامل معه فيه ازاي تمام اوكي طيب نرجع لي الحل بتاعنا سيمسون هيبقى عندي عشرة على ثلاثة عشرة اللي هي جماعة اللي هي عرض الشريحة ثلاثة ده ثابت اوكي العمود الاول اللي هو المفروض بصفر اوكي طيب العمود الاخير هيكون بكام هيكون باربعة طيب ليه يا جماعة باربعة ليه مش ليه مش بخامسة يا فندم علشان حضرتك احنا قلنا في سيمسون هنشتغل لحد العمدة الفردية لحد كام لحد سبعة لان سيمسون طريقة سيمسون ما كان لنا في الشرح بالتفصيل قلنا دي بنستخدمة في حالة العمدة ايه ما يكون عندي عمدة ايه العمدة فردية طيب يبقى عندي العمود الاخير هيكون عندي كام هيكون عندي اربعة اللي هو اللي ارتفاع رقم كام رقم سبعة. تمام. اوكي. طيب. زائد ضعف العمدة الفردية. ضعف العمدة الفردية اللي هو كان بقى هيبقى اتنين. ده سيبقى اوكي العمدة الفردية هيبقى خمسة وكام خمسة وست. زائد اربعة العمدة الزوجية. العمدة الزوجية في حالة دي تبقى كام? تلاتة. زائد سبعة زائد خمسة. نسهل كده مع بعض كده عشان تبقى اضحى بالنسبة لنا. اهى. يبقى بالنسبة لي العمدة الزوجية الفردية اللي هي تبقى عندي العمود رقم تلاتة اللي هو المفروض خمسة والعمود رقم خمسة اللي هو المفروض كامل هو المفروض ستة زائد اربعة العمدة يمين العمدة الزوجية اللي هي المفروض العمود رقم اتنين والعمود رقم اربعة والعمود رقم ستة سهل الكلام ولا صعب اعتقد الكلام سهل جدا جدا وبسيط تمام يتبقى بقى عندي الشريحة الاخيرة اللي اتسسناها علشان زي ما قلت بعيده بقرر هو قاعدة سمسل لما بيجي استعملها بيستعملها مع عدد العميدة الفردية هتبكى عندي الجزء الاخير الشغل معاه عادي جدا جدا كأنه بالنسبة لي المساحة تشيهه من حرف اللي هي القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى على اتنين في عرض مين عرض الشريحة او الارتفاع بتاعي تبقى عندي ارتفاع اربعة بلس خمسة الكلام ده على اتنين مضروب في عشرة عشرة ده اللي هو المفروض عرض الشريحة خلاص او الارتفاع اللي عندي كده ادرت ايه ادرت احسب الكلام ده لما حسبنا بطريقة قاعدة سمسون طلع عندي كام المساحة اللي عندي بتاعة القطع اللي عندي طلعت تلتمية واحد وتلاتين اه وي سبعة وستين من مية متر سكوير سهل الكلام كده الله صعب اعتقد الكلام سهل جدا 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 وبسيط كده يبقى احنا فيه الاكزامبل اللي معنا دوا حلينا المسال عندنا بطرقتين كان مطلوب من حضاكت تحلى لنا بطرقتين مختلفتين حدنا بطريقة اشباه من الحريفات وطريقة مين بطريقة قاعدة سمسون لا زي ما انتم حضراتكم شايفين كده في فروق عندنا في بطريقة اشباه من الحريفات طلع عندنا تلتمية خمسة وعشرين متر ومربع وطريقة قاعدة سمسون طلع تلتمية واحد وتلاتين وسبعة وستين من في الحالة دي ممكن ناخد أفريج للطريقتين وإيه بقى ده بالنسبالي الفائنة البالنسبالي فيه كمساحة اللي هي تبقى عبارة عن أفريج من أفريج الطريقتين اللي عندها. سهل الكلام. اعتقد الكلام سهل جدا 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 وبسيط. طيب. نشوف عندنا مسائل تاني. المسائل اللي قدام حضراتنا ده حاجة بالشكل ده. المطلوب من ساعتك. ايجاد مساحة الشكل المبين بأضاق الطرق. او يعني نشوف الطرق اللي احنا نبدأ نستعمل الابي النسبانه. طيب. دي المسائل باختصار بشواندسين. دي قطعة ارض عبارة عن اي بي سي. طيب. الحد اي بي ده محدد بخط مستقيم. اوكي. والحد اي سي ده محدد ايضا بخط مستقيم. طيب. البروبلوم عندنا تتمثل في الحد بي سي. طيب. وقسمناه كمان. اللي هو كمان نقاط بالنسبان. يعني هو كا بي سي. وخدنا نقاط دي وخدنا نقاط اي على طول الخط بي سي. المشكلة عندي تطرق تتمثل فيه اللي هو عندي ده محدد بانحرافة مجموعة من الكيرفن. ايه حاجات داخل او حاجات طلعة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب. طبقا للشكل اللي قدامنا ده. اللي هو بالنسبة لنا الموضوع باختصار جدا جدا. نقول الفكرة عامة. وبعد كده نبدأ نتعامل بالارقام خطوة خطوة. احنا هنجد بالنسبة لنا مساحة القطع اللي عندنا اي بي سي. كان بالنسبة لنا مساحة مسلس عادي جدا جدا. خلاص. الضلع اي بي كانه ستين متر. والضلع اي سي كانه سبعين متر. والضلع بي سي كانه بالنسبة لنا عشرة في تمانية اللي هو تمن اجزاء او تمن شرايح كانه تمانين متر. قسا اعمل احسابها بالنسبة لك انه عادي جدا جدا مساحة مسلس. طيب تمام? طيب ده اول حاجة بالنسبة طيب. بعد كده هنمسك بقى حاجة حاجة. في عندي بي دي هتبقى هنضيفها على مساحة المسلس. اوكي? لانها خارج خارج المسلس بتاعي. تمام? وتشوف عندنا الجزء المنحني دي اي ده المفروض خارج ايه? خارج القطع بتاعتنا. تمام? طيب. بالاصل اي سي يبقى يبقى اول تاني. هنحسب مساحة المسلس عادي جدا جدا. البي دي يا جماعة هنضيفها عندي لمساحة المسلس. انها خارجة. اوكي? طيب ادي ايه. المفروض ديا هنترحها من مساحة المسلس ان حساب تقولي يا شباب علشان ديا المفروض داخل عندي في القطعة بتاعتك. طيب. طيب الاي سي المفروض هنعمل ايه برضو هنبدأ نضيفها بالنسبة لنا انها خارجة عن الحدود بتاعتك. طيب نشوف عندنا هنبدأ نتعامل عندي بي مع القطعة الارض اللي قدامنا في حسابها ازاي? طيب نشوف عندنا مع بعض. اول حاجة هحسب مساحة المسلس اي بي سي. احسب مساحة المسلس اي بي سي خلاص اوكي بالنسبة لي اللي هي عن طريق قاعدة ايه اول حاجة خالص عندنا طريقة نصف المحيط. نفتكر مع بعض سريعا سريعا كده اللي احنا كنا بنقول عندنا في نصف المحيط نشوف عندنا المحيط اللي عندي سبعين زائد ثمانين زائد سبعين زائد ستين زائد ثمانين على اتنين عشان نجيب نصف المحيط عندنا اللي اللي جمعين مقصود بهينا اللي هي ايه اللي هي ها لما كنا بنشرح في المحاضرات بلعيتنا. نجيب دهنا بالنسبة لي نصف ايه المحيط. تمام بل اللي مقصود بهينا نصف المحيط. طيب نشوف عندنا الارية تبقى برا نفتكر مع بعض. بنا بدينا عندنا نصف المحيط ح. مضروب في ناقص الضلع الاول. في ناقص الضلع التاني. في ناقص الضلع التالت. الكلام ده كله تحت الجزء. طيب نشوف عندنا مع بعض. المية وخمسة اللي هنالح نصف المحيط او الال. في الحل اللي معنا ده. تمام? طيب الكلام ده نفتح كوس. مية وخمسة نفس الكلام بنصف المحيط. بالنسبة عن حساب ونائس 70 شبان يلاقص دائم نائس 80 اللي هي الضلع التاني طيب 105 نائس 60 ستين يلاقص اي شباب célتم يلاقص دائم كده يبقى انا حسبت مساحة المسلس كامل طلعت كامل طلعت 233 و 321 0.00 متر متر مربع كده يبقى انا حسبت بالنسبة لي كمساحة قطعة الارض اعتبرت مبدئيا كده المساحة عندي اب سي نشوف بقى عندنا الاجزاء بي دي هنتعلم معها ازاي ودي اي هنتعلم معها ازاي و اي سي هنبدأ نتعامل معها ازاي طيب طبعا هنحله عندنا بالطرق بتاعة الكيرفل بالنسبة لي طيب نشوف عندنا مساحة عندي الكيرفل اللي هو بالنسبة لي بي دي طب حضرتك طبعا ممكن تستعمله باي طريقة اه حداك انت حاب تشتغل بها طريقة اشبال منحرفات او طريق بالنسبة لنا طريقة سامسون. طيب. نشوف هنعمل ازاي بالنسبة لنا? انا مسلا بالنسبة لي هشوف عندي اه شوف الكيرف عندي اللي هو الجزء البي دي هتسعمل بيه طريقة قاعدة سامسون بالنسبة لها الاساس هي بالنسبة لي اسهل بالنسبة لي. تمام? طيب. نشوف عندنا نساقر كده شوية عشان يبقى خاطر يبقى الشكل اللي قدام نبين اكتر. عندي الكيرف بي دي. نشوف مع بعض كده. بي دي يا جماعة ده عندي كم ارتفاع? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلاص خمسة بالنسبة لي اللي هي الجزء بتاع بي دي. تمام? طيب. الارتفاع الاولى هيكون بصفر. الارتفاع التانية هيكون باتنين. الارتفاع التالت هيكون بتلاتة. الارتفاع الرابع هيكون بواحد ونص. الارتفاع الخامس النقوط اللي هتكون بكام? اللي هتكون بصفر. تمام? طالما عندي العدد الفردية. يبقى مفيش مشكلة اللي انا ممكن استغناء بالنسبة ل مين? ممكن استعد معندي بالنسبة لسامسون. مفيش اي مشكلة خالص بالنسبة لي. طيب. نشوف عندنا تمانية. ده خلاص اللي هو بقلنا عبارة عن عرض الشريحة اللي عندي. على تلاتة ده سابت بالنسبة لي. طيب العمود الاول اللي هو خلاص بصفر. اوكي. زائد العمود الاخير ارتفاعه بصفر. اوكي. تمام. زائد ضعف العمدة الفردية. العمدة الفردية اللي هو بقى عندي العمود اللي هو رقم كام؟ رقم تلاتة. هو ارتفاعه برضو كام؟ ثلاثة. تمام خلاص يبقى اتنين مضروف كام فترة. زائم اربعة الاعمدة مين؟ الاعمدة الزوجية. اللي ها المفروضة تكون عندي رقم اتنين ورقم اربعة. ارتفاع رقم اتنين باتنين وارتفاع رقم اربعة اللي هو الواحد ونص. كده يبقى أنا حسب تمساحة الجزء المنحاني اللي هو بي دي طلع عندي المساحة بتاعته الجزء ده بس تلاتة وخمسين وتلاتة وتلاتين من مية مز مربع طيب سأل الكلام كده الله صعب اعتقد السلام الكلام سأل جدا جدا وبسيط نرجع تاني الاكزامبل بتاعنا طيب بي دي هنبدأك هنضيف طيب نشوف عندنا دي اي طيب دي اي يا جماعة عبارة عن كماند ارتفاع ده وان تو سري فور خلاص يبقى بالنسبة لي مش هعرف هستعمل مين مش هعرف هستعمل بالنسبة سامسون الا لو خدت تلاتة وشفت وحسبت الجزء الثالث للوحدة زي ما خدنا في المسال الصابق طيب الارتفاع الاولاني اللي هو عنده نقطة دي بصفر الارتفاع التاني بواحد الارتفاع التالي باتنين ونصف الارتفاع التالت بكام برضو بصفر طيب نشوف هنبدأ نتعامل مع الجزء ده ازاي طيب مساحة الجزء بقى المنكسر اللي هو المفروض بقى مين عندي هنا اللي هو المفروض دي اي طيب دي اي هتبقى عندي تمانية على اتنين. تمانية على اتنين ده شباب. المقصود بمين هنا? المقصود بيه. آآ تمانية. المقصود بيعرض الشريحة على اتنين ده ثابت. طيب. زائد. ارتحقوس. العمود الاول ارتفاع العمود الاول المفروض بصفر. اوكي. طيب. زائد. ارتفاع العمود الاخير المفروض بصفر. اوكي. زائد اتنين الاعمدة المتبقية. الاعمدة المتبقية اللي هو عندي هتبقى الاعتفاع اللي هو كام المفروض اربعة والمفروض بكم والمفروض باثنين ونصف. طيب كده يبقى انا حسبت مساحة الجزء المتكسر عندي اللي هو المفروض كام او المنحنة عندي اللي هو المفروض دي اي. حسبته طلع عندي اتنين وخمسين متر مربع. طيب نرجع تاني سريعا كده للمسال دي انا حسبت دي اي. طيب. نشوف نتبقى عندنا بقى اللي هو الارتفاع الاخير بالنسبة لي. اللي هو المفروض اي سي. اه اي سي بالنسبة لي هيكون عندي كام ارتفاع? اده واحد اتنين تلاتة اربعة. طيب الارتفاع الاولاني بصفر خلاص الارتفاع التاني بواحد امنا من عشرة. الارتفاع التالي باتنين واتنين من عشرة. والارتفاع الاخير عند نقطة سي هيكون بكام? هيكون بصفر. طيب السؤال الام. يا شباب يا بشمهندسين. طيب السؤال. اما اجي احسب الجزء عندي اللي هو المفروض دي ايه? هستعمل انا طريقة سيمسون ولا اجبال منحرفات? ها? اوكي. طيب مش هنينفع نستعمل سيمسون يا دكتور. ليه يا فندم? عشان حضرتك ده بالنسبة لي الجزء ده ده العدد اللي عمد عندي زوجية. احنا قلنا سيمسون لازم نستعمل عندي طريقة ما يلج يستعمل سيمسون ويكون عندي عدل العمدة عندي يكون لازم يكون ايه? لازم يكون عدل عمدة فردين. فهنستعمل عندنا طريقة اجبال منحرفات. نفس نفس اللي احنا حسبناها في الجزء اللي ارتفاعات. هتبقى عندي برضو نفس الكلام نفكر مع بعض. بنحسبها ازاي عرض الشريحة? واللي يكون ميم اللي هو المفرد عندي تمانية. ميم مي مضروب فيه ارتفاع العمود الاول اللي يكون عندي بصف. زائد عمود الاخير اللي يكون عندي برضو بصف. زائد عندنا اللي هو المفروض ايه? اللي هو المفروض عندنا اه اه ضعف العمدة المتبقية. طيب. دي سهل الكلام اللي صعب. الكلام سهل جدا جدا وبسيط. طيب في عندي اكتر من طريقة ممكن نحسب بها كلام ده تشوف عندك الطريقة المستهل اللي انت تحسب بها الاي سي. انا حسبت عندي هنا الاي سي طلع عندي مساحته بستة وتلاتين متر مربع. طيب سهل الكلام كده الله صعب. سهل جدا جدا وبسيط. طيب نشوف احنا عملنا ده ازاي بسرعة كده علشان خاطر الناس ما تلغبطش معانا. اللي هو الاي سي ده نقول تاني سريعا كده الاي سي ده حسبناه ازاي? ها نفس الكلام يا جماعة اهوان اهو نفس الكلام حاجة بالنسبة لي اهوان كم عندي ادوان سري فور واحسبه عادي جدا وخليك فاكر العرض الشرح عنده هيكون كم? هيكون تمانية متر. حسبته طلع عندي تقريبا تلاتة وخمسين وتلاتة من سوري طلع آآ الجزء بتاع الاخير ده طلع عندي ستة وتلاتين متر مربع بالنسبة لي. طيب يبقى كده المساحة اللي عندنا هتبقى عبارة عن ايه يا جماعة بقى عندي هتبقى عندي عبارة عن الجزء بتاع الاريا بتاعت اي بي سي زائد الاريا عندي بتاعت البي دي زائد الاريا بتاعت الاسي ناقص الاريا بتاعت الدي اي. ليه ناقص بتاعت دي اي عشان دي بالنسبة لي خارجة بالنسبة لي من من الجزء بتاعي. طيب لما بحسب اشوف عن انا كده اريد خلاص حسبت مساحة كل حجم دي هجمع عندي الاي مساحة الاي بي سي اللي انا كنت حسبتها من فوقه كانت الفين وتلاتة وتلاتين واتنين وتلاتين من مية المساحة الاكبر زائب تلاتة وخمسين وتلاتة وتلاتين من مية اللي هو الجزء بتكلف بتاعت البي دي ناقص بتاعت الاي سي اللي هي المفروض اتنين وخمسين. اه الكلام ده اه اه ناقص اتنين وخمسين اللي هي المفروض قصة بتاعت زائد الاي بتاعة الاي سي المفروض عندي اللي انا حسبتها. اوكي? بكده يبقى انا بالنسبة لي اه قدرت احسب المساحة التوتل بتاعت قطعة الارض اللي عندي اللي هي حسبتها وطلعت كام? طلعت الفين وسبعين وخمسة وستين متر مربع. كده يبقى احنا قدرنا نحل المسألة بتاعتنا. وبكده يكون اه وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون الشرح بالنسبة لنا سهل وبسيط ومفهوم. ويعني ان شاء الله يعني المطلوب من حضرتك عشان انت عرف تحل اللي احنا شرحناها النهاردة اللي انت حضرتك تراجع اهو المحاضرات السابقة عشان تقدر تتعامل مع اللي احنا شرحناه النهاردة. ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. ودوم توم دائمين بخير.